المحامون التونسيون يساعدون ضد نقابات الأمن إضراب عام بسبب ما سموه ضغوطاً مارسها رجال شرطة على قاضي التحقيق في قضية تورط فيها عنصر أمني حادثة قال عنها عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالا إنها مؤشر خطير يهدد استقلال القضاء نحن نواجه رسالة إلى كافة المسؤولين وخاصة المؤسسة الأمنية لكي تصلح سورتها نحن نريد من المؤسسة الأمنية أن تكون في مستوى تموحات الشعب التونسي مؤسسة أمنية تحترم الحقوق وتحترم الحريات وتحترم القانون في مسيرة احتجاجية تجهت لقصر الحكومة طالب المحامون بوضع حد لتجاوزات النقابات الأمنية ولمشروع قانون يهدد الحريات العامة في البلاد وتحديداً قانون جزر الاعتداء على الأمنيين حسب قولهم مشاريع قوانين الآن تطبخ ويراد لها أن تمر ونحن لن نقبل بها مثل قانون زجر الاعتداء على الأمنين هذا القانون الذي يهدم السلم الاجتماعي هذا القانون الذي يكرس ويحاول أو مشروع القانون الذي لن يمر كما قلت هذا المشروع يهدد حتى أبسط حقوق المواطن في المقابل تقول نقابات الأمن إن نقابة المحامين تستهدفها بسبب مواقفها ومطالبها بإقرار قانون يضمن حماية رجال الأمن أثناء ممارستهم مهامهم ولد عنا نقابة أمنية تتكلم وتدفع فما ناس ما ساعدهش كيفاش أمني يتكلم كيفاش أمني جاي من مدرسة بتاع انضباط وتدعو هيئة المحامين التونسيين الحكومة ورئيس البلاد والبرلمان إلى الدفع نحو إصلاح منظومة الأمنية دون المساس بالحريات والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب رغم احتدام الأزمة بين المحامين ونقابات الأمن لا يختلف الطرفان على ضرورة أن تتوفر إرادة سياسية واضحة وصريحة تدعم حماية الأمنيين وتضمن الحريات وتطبيق القانون جلال معنع الحرة تونس